سعال هل أمو إلينا الضفو عمو يزيد حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تشاركوا للحضور لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل 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 عنده يا أخي إذن مرحبا بكم في كل مرة نستهلوا الحصة نتعناب بأيام عالمية والدولية اللي تفيدنا في هذه الفترة هذه كان يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكذلك اليوم العالمي لحقوق الحيوانات والاعتناء بها تحبوا الحيوانات؟ نا شو يقدر يقول لي حق من حقوق الإنسان؟ وش هي حقوق الإنسان؟ شو يقدر يقول لي حقه في؟ في؟ واسمك بنتي؟ أمان هنا في براقي آه في براقي الله يبارك شعر في عمرك؟ عشرة سنوات عشرة سنوات حقه في؟ التعلم حقه في التعلم حقوله في التعلم التعلم للجميع واسمك بنتي؟ آه.. عائشة، شو حليف عمرك؟ ً سنوات أين كنت سكني؟ ٹ bung society في ١ès groß الله يبارك هو حكم حقوق الإنسان؟ الصحة حقه في العلاج والصحة برافو 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 보니까 إسمك بنتي؟ كاميا واسمك؟ كاميا شو حليف عمرك؟ ٹ год سنوات وين كنت سكني؟ في العشرة في العشرة، وشو حيم延حوم الإنسان؟ حق التعلم حق التعلم برافو 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 وانت هي الشطرة واسمك؟ مروة وانت شكني مروة؟ في عين بنيان عين بنيان شحل في عمرك؟ طنع السنة طنع السنة الله يبارك وش هو حق محقوق الإنسان؟ حقه في العلاج حقه في العلاج واسمك بنتي؟ رانية شحل في عمرك؟ ثمانية ثمانية؟ ثمان سنين عم بيلة 8 شهر حقه في؟ حق الإنسان أن يقرأ أن يتعلم ويقرأ واسمك وليدي؟ محمد وين شكن محمد؟ في عين بنيان عين بنيان؟ وش هو حق محقوق الإنسان؟ الحرية الحرية برافو 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 عرفتوا كامل هذه الحقوق؟ شاطرين شاطرين أبركم الإنسان حقه في أن يكون له اسم حقه في الوطن أن يكون له وطن تكون عنده جنسية تكون عنده وطن ميكونش مشرد يا خيال أبركم يا أطفال لذا احنا اليوم نتوقفوا باش نديروا حوصلة ونتكلموا عن حقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان هي اللي تخليك تعيش مرتاح يا أخي حقه في الحرية في العلاج في الإسم في الوطن كما قلنا مقبلة يا أخي جميل تحبو الألغاز؟ نا لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي فيه سبع فتحات شاطرين 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 اصبروا لأنه أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا كذلك يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أجل اكتب عمويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن ما هو الشيء الذي فيه سبع فتحات معلش فكروا لغاية نهاية الحصة انتما أصدقائنا اللي رامي شوفوا فينا وحنا في هذا الوقت هدان نروحوا مع شخصية اليوم راحين نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلحة الجزائري اليوم شخصية حمو بوتليليس بن حبيب مع خديجة تفضلي خديجة تصفيقة تصفيقة على خديجة تصفيقة تصفيقة على خديجة يلا بنتي تفضلي 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 السلام عليكم أصدقائي عليكم والسلام ورحمكم باهر وبركاتكم أنتم حتما تنتظرون شخصية اليوم؟ نعم إنه الشهيد بوتليليس بن حبيب حمو كان قائد المنظمة الخاصة في شمال غرب الجزائر ولد في وهران 5 سبتمبر سنة 1920 تعلم مبادئ العربية وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم درس المرحلة الابتدائية بالمدرسة الفرنسية الأهلية لكنه توقف عند عتبة المرحلة الإكمالية انخرط في فوج النجاح للكشافة الإسلامية بسيد بيلال سنة 1937 وكان مولعا بالنشاطات الرياضية من عدو وكرة وسباحة التحق بحزب الشعب الجزائري سنة 1939 قبل حظره في 26 سبتمبر من نفس السنة وتدرج في النضال إلى أن أصبح مسؤول المنظمة الخاصة نائبا لأحمد بن بلة شمال وهران وفي إطار البحث عن تمويل النشاطات المنظمة الخاصة المتزايدة كان تحميل بوتليليس ورفاقه مسؤولية تدبير الهجوم على بريد وهران المركزي تحت إشراف حسين أي تحمد قائد المنظمة الخاصة كما اعتقل سنة 1950 في قضية المنظمة الخاصة وحكم عليه بست سنوات وسجنا مشفوعة بعشر سنوات نفيا ومثلها حرمانا من الحقوق السياسية قضى سبع سنوات ونصفا بين سجون وهران والجزائر قبل أن يستقر بسجن الأصنام العقابي بشلف في أكتوبر سنة 1957 سرعت المخابرات العسكرية باختطافه واغتياله قبل يوم من الإفراج عنه مثل ما فعلت بالعديد من أمثاله الذين تعتبرهم ميؤوسا منهم أي مراضلين أشداء صامدين في مقاومتهم للنظام الفرنسي رحم الله الشهيد وأسكنه فسيحة جنانه شكرا 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 خديجة شكرا شكرا يا أطفال وش رأيكم بما أننا في هذه الفترة اليوم العالمي كذلك لحقوق الحيوانات تحبوا الرفق بالحيوانات؟ نا إذن يجبوا الرفق بالحيوانات وعندي لكم مفاجأة بعد ذلك شوية رح يندركها نروح ونغنوا مع بعض أغنية النحلة تحبوا العسل؟ نا يلا نغنوا مع بعض حطت نحلة فوق الزهرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرت رأى ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخر حطت نحلة فوق الزهرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زارت نحلة دوبة uh- subst stärves حطت نحلة فوقي لكماننه قêm la 보�athy حطت نحلة فوق الزهرة 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 قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة شكرتها ومققت في فرح تبحث عن صاحبة الأفرا حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة حققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة شكرتها ومققت نحن فوق الصهر شنبت من مبسمها قطرة في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حقّت نحلة فوق الظهرة شربت من مبسمها قطرة قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح حقّت نحلة فوق الظهرة شربت من مبسمها قطرة برابو 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 أجبتكم الأغنية يا أطفال نا إذن العسل من رحيق الأزهار يا أخي لازم نعتني بالأزهار نا والرفق بالحيوانات تحبوا ألعب الخفاء نا إذن نروحوا مع عمو ناسيم لجانا من مدينة شرشال تفضل تفضل عمو ناسيم مرحبا بك تفضل عمو ناسيم تفضل تفضل عمو ناسيم تفضل عمو تفضل عمو ناسيم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكي يسطادوا هذه الحيوانات رحوا إلى هذه الجزيرة يعني الإنسان رحوا يصيدوا بلا ما هم جوعانين باش يأكلوا ما هم محتاجين رحوا هكذا يصيدوا باش يصيدوا يعني للفرجة والتسلية دخلوا لهذه الجزيرة وبدأوا يصطادوا في الحيوانات بالبناديق توحم يصطادوا في الآرنب في الغزلان في الفيلة ما تلقوا حتى حيوان ومن بعد واحد النهار بقى في الواحد قتلوا قاع الفيلة الثعلب رح يجري عند ملك الغابة عند الأسد قالوا يا كاين مجموعة من الصيادين انا بصطادوا قعل حيوانته بقى في الواحد اصطادوا قعل فيها بقى في الواحد كيفاش نديرو باش نسلكوه وكاميرا رح ينقارد نحناية وكدا قالوا لازم نصيبوه طريقة تلقوا هكدا كاميرا بقوا يفكروا في أي طريقة كيفاش يدينو لهذوك الصيادين هذوك باش يمنعوهم من قتل الحيوانات كلهم وصابوا فكرة كل واحد يدينو فخ إذا ملك الغابة قال لهم فوالا وين ديروا الفخ هذا وين ديروا الفخ هذا وين ديروا الفخ هذا وين ديروا الفخ هذا وكامل ومعد كدروا في كل بلصادر فيها فخ كي جواب الصيادين هذوك باش يستادوهم طاحوا كل واحد طاح في الفخ اللي دروا هلوك حكموهم هكدا ومن بعد الحيوانات قالوا للملك الغابة لازم نقتلوهم ملك الغابة قال لهم لا ما لازمش تتعملوا بالمثل هم محبو يقتلون احنا ما نقتلوهمش ولكن راح ينكسروا لهم قاع الباندق تهم باش نقطع لهم الرزق تهم باش ميعودوش يقتلوا هاد الحيوانات هادو عمو يزيد عمو يزيد الحكمة التي نستخلصها من هذه الحكاية هي يجب الرفق بالحيوان برافو 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 يا أطفال يجب الرفق بالحيوانات ياقيا أطفال يا الله معي عجبتكم الحكاية يا أطفال إذن يجب الرفق بالحيوان برابو أنا لحقنا لوحد الفقران نحبها بزاف هي فقرة البارد بوبي شوفي لعندنا بارد ما عند أصدقائنا الأطفال أنا نحب لهم الأطفال يبعتوننا رسائل هكذا ونقرهم الأصدقائي اللي رمهنا ولم يشاهدوا فينا كين بارد برابو أعطي هنا شكرا شكرا بوبي شكرا 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 إذن يا أصدقائي إنتم تاني إلى حبي ترسلونا معكم إلى توجهوا الموقع الأنترنت عمو يازيد بون كوم وتضغطوا على الزرار أرأ وملاحظات هذا السيد والي أحمد 35 سنة صديق الحصة من قصر شلالة تيرت قولك السلام عليكم أخي أود أن أشهركم على المجهودات التي تبدلونها من أجل أطفالنا شكرا شكرا الولي أحمد مقصر شلالة تيرت 35 سنة صديق البرنامج الرسالة المولية تقول سرسوب أميمة من الأخدارية من البويرة تقولك أنا أحب برنامج عمو يازيد ولهذا أريد المشاركة إذن يا أميمة من الأخدارية سرسوب مرحبا بك معلك إلى توجه الموقع على الإنترنت وتسجلي للحضور وراح نكلموك حتما الرسالة المولية بو ذكري فيروز 12 سنة من مدينة تنس من شلف وناس تشلف نحيوهم كامل كامل جعلوا إليها قتلك أعجبتني الحصة وأحببت المشاركة فيها لأنها رائعة يا فيروز مرحبا بك مرحبا بك تشرفينها تشرفينها إن شاء الله الرسالة المولية مومد عبد الرحيم تسع سنوات من الجزائر العاصمة قالك أنا أحبك يا محمد مرحبا بك والله يخليك الرسالة المولية بو طيبة أمينة سيرين 15 سنة من شراغة الجزائر العاصمة قالك أنا أحب أم يزيد وأحب كل الأطفال إذن نحن تاني نحبك ومرحبا بكم هذا الرسائل عم يزيد يعتز بها ويحتفظ بها وما دا بيا قال أطفال يبعتوا لي رسائل باش نقرأهم لحقنا لوحد الركني الحبه ثاني هو الركن النوكت شكولي عنده نوكتة جميلة جي يحكيها لي تعالي بنتي تعالي أروحي بنتي هو اسمك بسمة بسمة شحال في أمرك بسمة عشر سنين عشر سنين وين تسكني في بلدية قرص ويلايت بو مرداس إبو مرداس الله يبارك حكينا نكتة عكبنتي كان واحد النهار واحد البسيكولوج كان يداوي في المرضى راح يشوف المرضى التاعوي إلاه وملاح راح كان يخمم لقى واحد الفكرة قال لهم با هنشوفكم إلاه وملاح ديروا وحديكم في العرس وديروا وش تحن وش تحبه وم بعد يبدوا يغنوا ويطبلوا واسوا وم بعدها يشوف واحد المراحق لا فيهم قالها راح ليه وقالها راكي مليحة قالت لو راح علي يا أنا لأعوز أحشمت مرسي بنتي مرسي تفق عليها تفق عليها تعالي بنتي تعال تعال واسمك بنتي؟ عائشة وين تشكني عائشة؟ تيسمسيلت في تيسمسيلت خياب ناس تحيتنا لكل ناس تيسمسيلت تحيتنا نقطة داعي قال لك شكرا شكرا بنتي شكرا 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 الواجه يعني وش حبيتي تقولي الإنسان؟ رأس الإنسان؟ اي برافو برافو وهو الإنسان اللي في رأسي سمع فتحات برافو بنتي برافو عطي لي الكادو تحا عطي لي برافو برافو إحنا الشاطرين نعطوهم دائما هدية عمو يزيد يعطيك الشوب هذا إن شاء الله تسفدي منه بنتي تشرب به الحليب والماء وكامل وعمو يزيد يهديك ثلاث سيديهات عمو يزيد ننتج ثلاث سيديهات في سنتين من مع عمو يزيد في كل سيدي عندك 22 أغنية إن شاء الله تسفدي بهم السيدي الأول من حق الطفولة الثاني معلمي والثالث مبروك عليك النجاح تفضلي بنتي مبروك عليك مبروك عليك شوكرا شوكرا وش مبنتي مش حبيتي تفويدي في عقل 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 للإنسان فيه فتح الرحص نو رأس الإنسان ولي فيه لا لا الرحص سبع فتحات وما العينان الفتحتين تاع الأنف فتحة الفم وفتحة تاع الأذنين عدوما السبع فتحات يا أخي فنتي آية فضلي اليوم دائما نديرو عيد ميلاد طفل اليوم عندنا يوسف يوسف اللي رسلنا بخمس قسمات من علب حلي برامي وجبناك معنا اليوم باش تحتفل بعيد ميلادك تفضل يوسف تعالى رح ينغنولك عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يوحوا جبونا لقاتو تعالى يوسف تعالى جبونا لقاتو تعالى يوسف يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من القبيل في نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لم يتسانا وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلنا نطير فارونا لسها نمراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات لسها نمراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها في لحلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها في لحلوة يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه يبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برابو 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 إذا يوسف عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زود واحدة يلا 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 يوسف يلا يلا زيد 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 برابو 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 عطيلي الشهادة تعوه إذا يوسف عمو يزيد يهديك شهدت إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وأنتم كذلك يا أطفال في هذا الظرف الجميل كل واحد فيكم راح ينال شهادة كما هذه اليوم باش يحتفظ بها كذكرة يا أخي وبما أنك جمعت خمس قاسيمات من علب حالي برامي ورسلتنا بهم واخترناك باش تدي العيد ميلادك إذا رامي راعي الحصة يهديك هذه الدراجة الجميلة إن شاء الله تستفد بها ولدي وأنا ما أبقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير ستنونا في الأسبوع المقبير نفس التوقيت نفس القناة نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود سنتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين موسيقى موسيقى موسيقى